ازايكم? انا رضو يصري طالبة بالفرقة التانية والنهاردة هشرح معاكم جزء مهم في البروتين ميتابولاسم تحديدنا هنتكلم عن الامينو أسد ميتابولاسم اول حاجة احنا هنتكلم عن الفاتس of carbon skeleton of the amino acids ايه هو مصير الcarbon skeletons of the amino acids قبل ما نتكلم عن الفاتس هنتكلم عن what is the importance of the amino acids the amino acids are important for break down the food, provide an energy source, make hormones and brain chemicals, grow and repair body tissues and building the muscles هنعرف ازاي الامينو أسد بتعمل كل الحاجة دي اول حاجة عندي الامينو أسد علشان يحصل له conversion degradation ويكون اي metabolic intermediate او يكون اي compound لازم بتخلص من الامينو جروب اللي فيه عن طريق ان انا بعمل له كتابولاسمة عن طريق عملية transamination او الdeamination فالامينو أسد بيكون carbon skeleton وامينو جروب الcarbon skeleton دي بقى مهمة قوي انا دي اصلا اسم الطابق فاتس of carbon skeleton as amino acid ان الcarbon skeleton دي مهمة في تكوين الATB ومهمة في تكوين important molecules مثل ابنفرين التوينتيا ومينو أسد اللي عندنا بيحصل لهم conversion ل7 major metabolic intermediates هما البيروفيت والأجزالو أسيتيت والألفا كيتو جلوتاريت والأسيتايل كو اي ساكسنايل كو اي الفيوماريت والأسيتو أسيتايل كو اي البيروفيت والأجزالو أسيتيت والألفا كيتو جلوتاريت الحديث في وماريت كل دي اسمي اسمعناها في citric acid cycle في الكاربوهايدرات ميتابوليزم والأسيتو أسيتايل كو اي من ضمن الحاجات مثلا اللي اسمعناها في اللابد ميتابوليزم ده معناه اننا الأمينو أسد زعنتي اللي بتكون الانترميدات دي ممكن يحصل conversion ويتكون لي جلوكوز من البيروفيت والأجزالو أسيتيت لحد في وماريت ممكن تكون لي fatty acids من حاجة زي الاسيتو أسيتايل كو اي مثلا فبناء على كده اسمنا الأمينو أسدز لسري كلاسز هم كيتو جينيك أمينو أسدز كيتو جينيك أند غلوكو جينيك أو اللي منسميهم ميكسد أمينو أسدز أو غلوكو جينيك أمينو أسدز الكيتو جينيك أمينو أسدز هي الأمينو أسدز اللي بتديني كيتون بوديز وفاتي أسدز الميكسد أمينو أسدز هي الأمينو أسدز الذي بيحصلها questionsversion الميتابولايدز ти ممكن يحصلهاuction curves إن تديني جلوكوز و المكسد أمينو أسداز هي الأمينو أسداز الذى ممكن تديني فاتي أسدز وغلوكوز يكيتو جينيك أمينو أسدز زي الليسين واليوسين المكسد زي التريبتوفان والفنايل الألنيين تيروزين آيزرايسين وسريونين و الأمينو أسدز هو chief غلوكو جينيك أمينو أسداز هذه صورة بتوضح الجلوكوجينيك والكيتوجينيك والمكسد امينو أسد هذه صورة بتوضح الامينو أسد اللي بتكون الانترميدات دي زي الانترميدات دي بتخش الكريب سايكل صورة بتوضح الكريب سايكل بعد كده عنا نكلم عن الامينو أسد اللي بيحصل لهم conversion to pyrovate amino acids converted to pyrovate هما 6 amino acids بيحصل لهم لبيروفيت هما الالانين سيرين تريبتوفان جليسين سيستين and سيريونين هنتكلم عن الرياكشنز بتاعتهم اول حاجة سيريونين عن طريق السيريونين دي هايدروجينيز انزيم في وجود الناد الناد هتحاول الناد ايش لان انا عندي دي هايدروجينيز فمعنى كده ان يحصل لص لهايدروجين موليكل والسيرينين هيتحاول ل2-3 ketobutyrate ال2-3 ketobutyrate عن طريق ال2-3 ketobutyrate co-A هيتحاول لجليسين الجليسين عن طريق السيرين هيدروكسي مثال هيتحاول لسيرين السيرين عن طريق السيرين دي هايدراتيز هيتحاول لبيروفيت ايكا ممكن تحاول لبيروفيت السيرين اللوتاميت والقلنين هيتحاول لبيروفيت هاي كده التريبتوفان التريبتوفان عن طريق ممكن يكون لي قلنين فمعنى كده ان التريبتوفان هيكون بيروفيت عن طريق ان هو يكون قلنين بعد كده القلنين تحاول بسانجلستيب الى بايروفيت دي صورة بتوضح الرياكشن الثاني بعد كده هنتكلم عن الاسبرتات و الاسبرجين الاسبرتات و الاسبرجين بيحصل لهم لشان يحاولوا يكونوا لي و دي خلناها في الكربوهيدرات نتابع الله اسم قبل كده الاسبرجين بالاسبرجينيز انزايم هيكون لي الاسبرتات والاسبرتات بالامينو ترانسفريز سيحصل لترانس أمينيشن وبوضع الالفا كيتو بلوتاريت الالفا كيتو بلوتاريت هيتحاول لغلتاميت والاسبرجين هيتحاول لأجزال واسيتيت هكذا عندي سيفن أمينو أسيد بيحصل لهم كونفيرجين لأسيتايل كو اي ايه هما الايزوليوسين التريبتوفان اللايسين الفنايل ألانين الليوسين التايروزين والسيريونين دي صورة بتوضح الرياكشن فمثلا عندي ان التريبتوفان احنا رسا قيلين في البيروفيت ان هو بيتحاول لألانين عن طريق فور ستيبس الألانين دائق دي بيتحاول لبيروفيت طبعا ممكن التريبتوفان عن طريق ناين ستيبس يتحول للمركب اسمه ألفا كيتو أديبيت الألفا كيتو أديبيت بوجود كو اي اس اتش كو انزيم بيخرج كربون ديوكسيد وبوجود الناد الناد بيخرج أزا ناد ايتش والالفا كيتو قاديبيت سيتحول لجلوترايل كو ا . ولجلوترايل كو ا . قو ا عن طريق 4 ستيبس سيتحول لأسيتو أسيتايل كو ا . والأسيتو أسيتايل كو ا موجود القوي UH H popcorn سيتحول لأسيتايل كو ا فعدة كنا قال لي عندي الفنيل المثار İyiwe password بيتحول لتيروزين 70% من الفنيل المثار flame هذا يتحول لتيروزين التيروزين في 5 أرس هيتحول لأسيتو أسيتات والأسيتو أسيتات بوجود الـ Co-A-S-H as a co-enzyme هيتحول لأسيتايل Co-A والأسيتايل Co-A هيتحول لأسيتايل Co-A فكالي عندي إيزلياسين بيتحول لأسيتايل Co-A أو ممكن يكون لي بروبانايل Co-A والبروبانايل Co-A يكون لي ساكسنايل Co-A وده هنشرحه للسلايدز الجاية أو اليوسين اليوسين ممكن يكون لي حاكتين أسيتو أسيتات فالأسيتو أسيتات برضو بيكون أسيتو أسيتايل Co-A بيكون أسيتايل Co-A أو اليوسين دايرتلي هيكون لي أسيتايل Co-A لكن أنا عندي 5 أمينو أسيتز بيحصل لهم كونفيرجن لألفا كيتو جلوتارين إيه هما؟ الأرجينين، برولين، الهستيدين، والجلوتامين والجلوتاميت الأرجينين عن طريق الأرجينيز إنزايل بيكون لي أرنيسين الأرنيسين عن طريق الأرنيسين أمينو ترانسفيريز بوجود الألفا كيتو جلوتاريت الله يتحول لجلوتاميت جسّل و يكون ذات جامائة الجلوتاميت جامائة يكون لي البرولين 5 كاربوكسيليت البرولين 5 كاربوكسيليت من اسمه يمكن يتكون من البرولين كمان البرولين عن طريق إنزايم البرولين فيكون Tube of 5 كاربوكسيليت اللي بيكون لي بعد کده برضو بريفيرزبول آكشن قولنا الجلوتامات جامع سيميالدهيت الجلوتامات سامge سيميالدهيد بالديهيدروجينيز انضيم طبعا ديهيدروجينيز يبدأ لازم فيه أكسيبتور للهايدروجين دي الان اي دي او الناد بيكون لي غلوتامات الغلوتامات ممكن كمان يتكون من الغلوتامين الغلوتامين ممكن يحصل له دي أمينيشن بالجلوتامينيز انزيم ويكون لجلوتاميد الجلوتاميد عن طريق الجلوتاميد دي هيدروجينيز هيكون لالالفا كيتو جلوتاريت طب أنا كده برضو فضل عندي أمينو أسد قد يستدين بفور ستيبس بيتحول لجلوتاميد ومن جلوتاميد يتحول لالفا كيتو جلوتاريت هم فور أمينو أسد هم المسيونين السيريونين الآيزيليوسين والفالين المسيونين بثري ستيبس بيكون الهوموسستين والهوموسستين بيكون دي الالفا كيتو بيتريت الالفا كيتو بيتريت عن طريق الالفا كيتو أسد دي هيدرو جينيز بيكون لي البروبونايل كو أ بربونايل كو أ عن طريق inconsisthip هيكوون لي المسيلا السيريونين بيكون الفا كيتو بيتريت و بيكمل الباسوي لحد ما يكون لي ź róż Lay well the hyacinokes in the المنزن خلالهم يكون نتحدث عن جزء مهم قوي في الايسريوسن المتابوليزم وهو سنتيسس of biological important compounds of amino acids الامينو أسد مش بس هي بلوكس بتكون للبروتين هي كمان بتكون important compounds أو important biological compounds زي الهرمون والكون enzymes والنيكروتides البورفيرين البيجمين والتنورو زي ايه بتكونلي البورفيرين اللي مهمة في تكوين الهيماطلابن بتكونلي الكرياتين فوسفيد بتكونلي kellot backyard الكاتيولامين بيكون نىتريك اوكزايد وبتكونلي سيرويد هرمون سريتوني ميلاتوني نأتكلم اول حاجة عن البورفيرين البورفيرين بتتكون من عن طريق الجليسين الجليسين بيكون البرفرينز دي اللي هي has a central importance in a hemp protein production like the hemoglobin and cytochromes ازاي الجليسين مع الساكسنايلكو اي بيكونولي البروفوبيلانوجين البروفوبيلانوجين دي بتكون بعد كده بروتوبرفرينز والبروتوبرفرينز دي بتكون هيم عن طريق الهيم synthetase enzyme بعد كده الهيم لما انضفه جلوبن يبقى هيمو جلوبن تاني حاجة الكرياتين فوسفيد الكرياتين فوسفيد في التكوينه بيمر بثري ستاجس in three different locations in the body اول حاجة انذكيدني الجليسين عن طريق الترانس اميديز انزايم بيكون لي الجوانيدو اسيتيت الجوانيدو اسيتيت بيروح للليفر وعن طريق الاس اي ام او الاس ادينوزايل ادينوصايل ميسيونين اللي بيكون اللي بيتحول الى الاس ادينو صايل هوموسستيين عن طريق الميسايل ترانس فيريز انزايم بيكون لي الكرياتين الكرياتين هيحصل له فوسفريليشن ويكون الكرياتين فوسفيت تالت حكا الجلوتاسيون الجلوتاسيون ده هو تراي بيبتايت ليه فانكشن كتير قوي انه هو قومت بماتنين اللي بيوموسستيين اللي هو امتبيه انتوكصدان انظيم اللي بيمنتين الانتكريات لحفظ الادتكسفق ليست الانطريق الهي الجلوتاسيون بيتكون من الجلوتاميد بلوس السيستين الجلوتاميد بلوس سيستين عن طريق الجاما جلوتاميل سيستين سينستيز انزيم بيكونولي جاما جلوتاميل سيستين الجاما جلوتاميل سيستين عن طريق الجلوتاسيون سينستيز انزيم بيكونولي الجاما جلوتاميل سيستين جليسين اللي هو الاسم الثاني للجلوتاسيون رابع حاجة عندي الكاتيكولامينز الكاتيكولامينز هما الدوبامين والنور إبنفرين والإبنفرين النور إبنفرين والإبنفرين ليهم فنكشنز كتير منهم أنهما بيعملوا ريجليشن للكربوهايدريت أو الجلوكوجينولايسز وبعملوا ريجليت لللبد ميتابوليزم أو الليبوليسز وبعملوا انكريز انكوات اندلات برشرة بيكونوا ازاي الفنايل الألانين زي ما احنا كنا نايلين الفنايل الألانين بيتحول لتيروزين عن طريق الفنايل الألانين هايدروكسيليز انزيم التيروزين عن طريق التيروزين هايدروكسيليز انزيم بيتحول لدوبا الدوبا عن طريق الأروماتيك أمينو أسد ديكاربوكسيليز بيتحول لدوبامين الدوبامين عن طريق الدوبامين بيتا هيدروكسيليز بيكون النور ابنفرن والنور ابنفرن بعد كده بتحول لابنفرن عن طريق الفنايل سينولاماين انميسايل ترانسفيريز بعد كده النترق اوكزايد النترق اوكزايد هو ان امبورتن تكمباوند ان هو قول بيشتغل اذا فايزو ديليتر للفازلز عن طريق ان هو بيعمل فايزو ديليتر ان هو بعمل رلاكسيشن ان دا انر مسل لزا بلود فيزلز ويبيعمل ويدل للبلود فيزل فبيقلل البلود برشير بيتكون من الارجينين الارجينين بيكون لي الهايدروكسي اارجينين والهايدروكسي اارجينين بعد كده بيكون مركب اسمه سيترولين والسيترولين كون سيترولين وي نترقوكسي شكرا لكما تروني هذا الفيديو يتعرف على المقابل من دكتور سعيد سابت لن دكتور أبدالع